لماذا انتقدت الجزائر انضمام إسرائيل للاتحاد الإفريقي؟ وما الدور الخفي لتل أبيب في سد نهضة؟ نستعرض معكم كل التفاصيل معكم سلسبيل سليم ابقوا معنا أعلنت الجزائر أن قرار الاتحاد الإفريقي الأخير بقبول إسرائيل كمراقب في الاتحاد الإفريقي لن يؤثر على دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية وأكد بيان للخارجية الجزائرية أن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي بقبول مراقب جديد كإسرائيل لن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القرية تجاه القضية الفلسطينية العادلة وتابع البيان أن القرار الذي اتخذ دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء لا يحمل أي تصفة أو قدرة الإطفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد وكانت إسرائيل قد أعلنت في وقت سابق أنها حصلت رسميا على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي وهو هدف عمل عليه الدبلوماسيون الإسرائيليون منذ نحو عقدين لتحقيقه وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا إلي أدماسو أورق اعتماده كمراقب في الاتحاد الإفريقي إلى رئيس مفوضية الاتحاد في مقر المنظمة في أدس أبابا في حين قال وزير الخارجية الإسرائيلية إير لبيد إنه يوم للاحتفال بالعلاقات الإسرائيلية الإفريقية لافتا إلى أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة إفريقية ويذكر أن فلسطين تتمتع أيضا بصفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي وغالبا ما كان الاتحاد يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين وهو كان يشكل مصدر إزعاج لإسرائيل يأتي انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقي وسط اتهامات لإسرائيل من سياسيين وكتاب مصريين وذلك لدعم إثيوبيا في مشروع سد النهضة تمويليا وفنيا وعسكريا وهو ما يعكس طبيعة الصفقة التبادلية التي تمت بين تل أبيب وأديس أبابا والتي تتلخص في عضوية إسرائيل الاتحاد الإفريقي مقابل دعم إثيوبيا في ملف سد النهضة خاصة أن الانضمام جاء عبر سفير إسرائيل لدى إثيوبيا من جانبه قال الدكتور محمد حافظ الخبير بهندسة السدود إن إسرائيل توفر الدعم التقني لإثيوبيا لإتمام سد النهضة وتشغيله إضافة إلى الأسلحة اللازمة لحمايته وأكد أن بيان الصفارة الإسرائيلية في القاهرة الصادر حول علاقة إسرائيل بسد النهضة يأتي ردا على رفض الكثيرين لمقترح مصطفى الفقي مستشار رئيس المصري الراحل محمد حسن مبارك بشأن مطالبته النظام المصري باستخدام إسرائيل ضمن أوراق الضغط في ملف سد النهضة وأضاف أن الفقي ظل يردد هذا المقترح في الآونة الأخيرة ما أثار غضبا مصريا واسعا وتابع أيضا أن إسرائيل في واقع الأمر متورطة في سد النهضة من عدة أوجه من بينها الإدارة الكهربائية بعد الملء والدعم التقني بالإضافة إلى توريد الأسلحة لإثيوبيا للدفاع عنه وكانت إسرائيل قد نفت ضلوعها في أزمة سد النهضة الإثيوبي المتصاعدة مؤكدة أنها تقف على مساحة واحدة من أطراف الأزمة وقالت سفارة تل أبيب بالقاهرة في بيان لها نؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا عن ضلوع إسرائيل في موضوع سد النهضة غير صحيح ووفقا للخبراء والمحللين فإن المساعدات العسكرية كانت هي الأدى الرئيسية التي اقتحمت بها إسرائيل الساحة الإثيوبية وذلك لتحقيق أهداف تتنوع بين الاقتصاد والسياسة والجيوسياسة حتى أصبحت واحدة من أكبر مورد المساعدات العسكرية إلى إثيوبيا وبدأت العلاقات بين الجانبين بشكل فعلي باعتراف أدس أبابا بالدولة العبرية في العام 1954 وتطورت بشكل أكبر بعد افتتاح تل أبيب صفارة لها في إثيوبيا مطلع الستينيات حيث نفذت هذه الصفارة العديد من عمليات التجسس على البعثات الدبلوماسية العربية وكذلك أنشطت منظمة الوحدة الإفريقية التي كان مقرها يقع في العاصمة الإثيوبية واتخذ إسرائيل من إثيوبيا معبرا إلى بقية الدول الإفريقية وخاصة دول شرق إفريقيا والبحر الأحمر بما فيها دول حوض النيل الشرقي وفي سبيلها إلى ذلك عملت تل أبيب على تنسيق الاستراتيجيات الثنائية مع إثيوبيا لتسهيل تعامل مع أي صراع قد يحدث بين دول المنبع والمصب حول مياه النيل وساعد إسرائيل في ذلك قلة الخبرة الفنية لدى إثيوبيا وضعف إمكانتها الاقتصادية وحاجتها للمساعدات الاقتصادية التي تمنح لها إسرائيل منذ التسعينات في نواحي عدة كالزراعية وصحية وتنموية وفنية وعسكرية كذلك فإن علاقات إسرائيل الخارجية تقوم على أساس استغلال تناقضات الدولية من أجل تحقيق مصالحها مع الدول التي تعتبرها معادية خصوصا إذا كانت تلك الدول العربية وتعتبر إسرائيل أن الدول العربية هي تهديدات مباشرة لأمنها القومي ما يعني أنها ستناصر أي طرف غير عربي على نقيده العربي ولعل أبرز انعكسات هذه الاستراتيجية الإسرائيلية العلاقات الوثيقة بين تلي أبيب وأدس أبابا والزيارات المتبدلة بين الطرفين في مدى زمني يعتبر قصير نسبيا وهي الزيارات التي ألحقت مؤخرا بدعوة وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لرئيس الوزراء الإسرائيلي مباشرة بعد حصوله على جائزة نوبل للسلام وقد مرت هذه العلاقة بمحطات همة عبر مراحل تاريخية متتابعة منها وقوف إسرائيل إلى جانب إثيوبيا إيباني الحرب مع إريتريا إضافة إلى تلك الفترات التي بعثت خلالها إثيوبيا بياهود الفلاشة إلى أراضي العربية المحتلة للاندمام إلى الكيان الصهيونية وذلك منذ عقد الثمانينات مرورا بعقد التسعينات من القرن الماضي والذي شهد وصول 14 ألف يهودي إثيوبي للأراضي العربية المحتلة في 36 ساعة وصولا للعقد الأول في الألفية الثالثة والذي شهد تدفقا كبيرا من المهاجرين الإثيوبيين إلى إسرائيل أدى ذلك إلى تواجد إثيوبي كبير في المجتمع اليهودي الذي يشكل 1.7% حيث يقدر عددهم بـ 140 ألف نسمة تبقا لبيانات مركز التعداد والإحصاء الإسرائيلي وإلى هنا تنتهي فقرتنا إلى اللقاء